إذا أردت أن تنعم بقليل من الهدوء في أثناء مطالعتك لأحد الكتب خارج المنزل فعليك زيارة مكتبة رقيم التي افتتحت أبوابها مجدداً أمام روادها في مدينة الباب شرقية حلب هذه المكتبة التي أنشئت بطابع مختلف لتكون مقهى ومكتبة في ذات الوقت أضفنا مقهى للمكتبة بحيث أن يكون القارئ عنده إمكاني يطلب أهوية وعصير تكون قعدته شوي فعالي يظل فترة أطول هذا الكلام بلشنا فيه ممكن من حوالي سنتين نتيجة أنه زادت الحركة بهذا المجال فقالنا خلينا ناخد مكان أوسع ومكان أجمل إن شاء الله ويكون فيه شوية نجاطات أكثر عملت إدارة المكتبة على تهيئة ظروف مناسبة لإلقاء المحاضرة في المكتبة كما عملت على عرض خريطة سوريا بطريقة مميزة تحيط بها المراحل السياسية التي مرت بها سوريا بالإضافة إلى بعض المعالم التي تشتهر بها المحافظات السورية بعد تحرير مدينة الباب من تنظيم داعي شهدت المدينة نشاط مجتمعي ونشاط ثقافي مميز جدا ما أظن كان موجود من قبل من جملة هاي النشاطات هو فكرة مقهى رقيم مقهى رقيم أظن بدأ في مدينة حمص في حصار حي الوعار وانتقل لمدينة الباب بعد التهجير طبعا من مزايا التهجير أن كل فئة مهجرة هي كانت فئة نخبة تعتبر في مجتمعها فنقلت الثقافة ونقلت القيام الموجودة عندها ونقلت الثورة للمكانية التي هجرت له أتاحت المكتبة استقبال العائلات مع أطفالهم لمطالعة الكتب كما توفر المكتبة المراجع والكتب المهمة للطلاب الجامعيين مع إمكانية الاستعارة لقراءتها خارج المكتبة همام الزين تلفزيون سوريا مدينة الباب